اشتركوا في القناة ما هي وسيلة تنقل التي استعملها؟ نعم جيد الطائرة لاحظوا معي هذه الطائرة كيف تتنقل الطائرة؟ جيد الطائرة تطير في الهواء لاحظوا معي جيدا هذه المجموعة من الحيوانات المكونة من نسر حصان وطواط دفضع وأخيرا إوزة أيها تطير مثل الطائرة؟ فكروا جيدا نعم جيد لدينا النسر والوطواط وأخيرا لدينا الإوزة فهي تطير مثل الطائرة ما هي الوسيلة الأخرى التي يمكن استعمالها للتنقل من الخارج إلى أرض الوطن؟ نعم إنها السفينة كيف تتنقل السفينة؟ جيد إنها تعم في الماء لنلاحظ معا هذه المجموعة من الحيوانات المكونة من سمكة سمكة ثعبان دلفيل ذئب وأخيرا سلحفات أي منها يعموا مثل السفينة؟ لاحظوا جيدا نعم إنها السمكة والدلفيل وأخيرا السلحفات هل هناك وسيلة أخرى يمكن التنقل بها غير الطائرة والسفينة للعودة إلى أرض الوطن؟ نعم إنها السيارة كيف تتنقل السيارة؟ نعم جيد السيارة تسير على الأرض هذه مجموعة من الحيوانات مكونة من إوزة حصان سمكة كلب وأخيرا ضفضع ما هي الحيوانات التي تتنقل مثل السيارة؟ فكروا جيدا نعم إنه الحصان والكلب أعزائي التلاميذ تعرفنا على ثلاث أنماط التنقل عند الحيوانات وهي أولا الطيران ثانيا العوم ثالثا المشي هل هناك أنماط أخرى للتنقل عند الحيوانات؟ فكروا لاحظوا معي هذا الكنغر كيف يتنقل؟ جيد إنه يقفز لدينا هنا مجموعة مكونة من عداء ضفضع ثعبان أرنب وأخيرا سمك القرش ما هي الحيوانات التي تقفز مثل الكنغر؟ لاحظوا جيدا جيد إنها الضفضع والأرنب لاحظوا معي أعزائي التلاميذ هذا التعبان كيف يتنقل؟ لاحظوا جيدا نعم إنه يزحف من يتنقل مثل التعبان من بين هذه الحيوانات؟ لدينا هنا سحلية و يوزة وأرنب وتمساح وأخيرا لدينا سمكة لاحظوا جيدا كيف تتنقل هذه الحيوانات نعم جيد السحلية تزحف مثل التعبان عزائي التلاميذ لقد تعرفنا على أنماط مختلفة للتنقل عند الحيوانات ماذا يمكننا أن نستنتج؟ تتنقل الحيوانات من مكان إلى آخر وفق أنماط مختلفة فيمكنها المشي مثل النمر الطيران مثل الإوزة العو مثل الدلفيل الجري مثل الفهد الزحف مثل التعبان وأخيرا القفز مثل الكنغر أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقات ممتعة وإلى اللقاء في درس قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر